السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة InfoTek4U معنا فيديو النهاردة جديد وتكملة لمكتبة الأوامر خاصة بيه النهاردة هنتكلم عن أمر جديد وهو الـ Excel Formula Expert الأمر ده بيساعدك على Create Excel Formulas Based on User Described Calculations or Data الأمر ده من خلاله تقدر أنك أنت تعمل فورميلة معينة تبع Specification معينة أنت عايزها حاجة محددة أنت عايزها تعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن نستخدم Excel Formula Expert ناس كتيرة بتستخدم الأكسل وأعتقد معظم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بتستخدم الأكسل مش شرط أن أنت تكون عارف كل الفورميلة الخاصة بالأكسل ممكن تكون عارف حاجات بسيطة جدا وممكن أمر زي ده يساعدك من خلال كلاد أن أنت تنشئ فورميلة Based on Described Calculations أو قائمة على Data معينة أو حسابات معينة يلا بينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي هروح لـ Excel Formula Expert من المنظر ده وادوس عليها ده بصيت لـ Excel Formula Expert بتمكني أعمل إيه Create Excel Formula Based on User Described Calculations هديك مثال هنا As an Excel Formula Expert يعني أنا هقوله كـ Excel Formula Expert كخبير في عمل الفورميلة الخاصة بالإكسل Your Task Is وابتدي أكتب أنا عايزة إيه هنا Your Task Is to Provide Advanced Excel Formulas بتعمل Complex Calculations or Data Manipulation Described by the User هنا هو بيديك مثال على حاجة معينة وهنا بيقولك هتقوله إيه وتاخد الكلام ده Copy وهو في الآخر هيديك الفورميلة اللي أنت عايزها ده الأوتبوت أو المثال اللي أنت حتحصل عليه أنا مش جاي أنفذ بقى مثال موجود أنا هستفيد كده أن أنا أخذ As an Excel Formula Expert Your Task Is to Provide Advanced Formulas that perform وأبتدي أكتب الحاجة اللي أنا عايزاها هنا مثلا أنا هاخد الكلام ده كده Copy وهبتدي أروح لـ Cloud حسابي على Cloud وزي ما قلت لك من قبل أنت ليك عدد محدد بتبتدي أن تستخدمه بير دي حوالي خمسة أعتقد زي ما اتفقنا قبل كده بير دي بشكل مجاني هنا حبتدي أن أحط Control V هنا واشوف بقى أنا عايزة أعمل إيه بالضبط أنا هنا مثلا عايزة أقول له An Excel Formula Expert Your Task Is to Provide Advanced Excel Formula that perform هنا حاشي الكلمة perform وحقول that extract تستخرج the first name in separate column in separate column from full name suppose أو assume that the full name is in column A أعمل لي فورميلة تعمل extract أو تستخرج the first name من full name في بعض الأحيان أنت بيكون عندك sheet Excel وشيت الأكسل اللي ده في column في كل الاسم الفول name وبيبقى عندك two column من تاني first name وlast name مثلا أوكي ممكن separate column from a full name مثلا extract the first name أنا حبتدي أن أنا أستخدمها مرة للfirst name ومرة تانية أستخدمها للlast name عشان أستخرج الlast name حبتدي هنا أعمل enter واشوف النتيجة هتبقى عاملة إزاي هشوف بقى هيديني إيه طبعا أنت بيوريك في حاجة زي كده طبعا دي حاجة متقدمة أكتر هنا يعني الموضوع بشكل أكثر عمقا ولكن أنا هنا ببتدي أن أنا أديك مثال أبسط من كده شوية طبعا تقدر تاخد المثال ده والطبق وتشوف النتيجة عاملة إزاي كمان أنت ممكن تطلب منه أنه هو يكسبلين البيربز بتاعة الفونكشن يشرح لك الموضوع ماشي إزاي لكن هو هيشرح لك هنا زي ما إحنا شايفين دي الفورميلة اللي أنا هستخدمها في شية الأكسل بشكل عملي دلوقتي وهنا بيوريك الفورميلة دي بتشتغل إزاي فبيشرح لك بالتفصيل الفورميلة دي بتشتغل إزاي هتقول لي الفورميلة كلها بالإنجليش خدها على جوجل ترانسليت وترجمها ممكن كمان إن انت تطلب إن هو يترجم لك الكلام ده باللغة العربية فيترجمه لك باللغة العربية بس الموضوع مش مستاهل إن انت تاخد محاولة مجانية تعمل بيها الموضوع ده خده على جوجل ترانسليت وبتدي إن نفهم كل نقطة بتقول إيه ولكن هو شارح لك بالتفصيل الفورميلة دي وضعها إيه بالزبط هنا هبتدي إن أنا أخد كويت هنا المقصود به الفورميلة وابتدي أروح للإكسل شيط الإكسل اللي عندي دلوقتي في الكولوم هو اللي فيه الفول نيم تخيل بأن انت عندك أكتر من 12 يعني اسم كامل وهنا الفرست نيم وهنا هيكون اللاست نيم هنجرب أيضا على اللاست نيم خلينا لسا على الفرست نيم وحبتدي أروح أحط الفورميلة بتاعتي خد بالك من حاجة مهمة قبل ما نعمل paste للfunction إحنا هنا استخدمنا أول رو زي ما إحنا شايفين كده هنخليه للفول نيم والفرست نيم للتايتل أو العنوان لو إحنا روحنا هنا قلنا يساوي يعني وقفت هنا أعملت يساوي كده بالمنظر ده هنا ده الفورميلة بتاعتنا وكنترول في هتلاقي الA1 دي بتنطبق على هنا أنا هنا عندي الفول نيم هو في أول اسم أنا عندي موجود في A2 فأنا هروح استبدل A1 بA2 يعني كل اللي علينا هروح استبدل A1 بA2 بالمنظر ده بس ما فيش تغيير تاني وحبتدي بس أشيل هي يساوي واحدة بس بالمنظر ده كده وأبتدي إن أنا أدوس enter فهنا عندي هو مروة زي ما إحنا شايفين طبعا إحنا علشان نطبق الكلام ده على 200 300 400 اسم بنشد كده بنقف يعني نعمل drag لحد آخر اسم عندنا هيدين الفرست نيم زي ما إحنا شايفين من غير ما يكون عندك خلفية عن طبعا فيه فورمي لو حاجات بتديك الموضوع ده ولكن نفترض أنت ما عندكش أي خلفية عن الموضوع وبتتكلم عن كلاد إنه يساعدك في الموضوع ده عايز نعمل الموضوع ده كمان على last name يعني نفترض أننا وقفة هنا وقادي last name هبتدي أروح لكلاد وابتدي إن أنا أطلب منه نفس الفورميلا يعني نفس الموضوع هعمله أيضا في كلاد بتدي أروح كده لكلاد ونشوف هنعمل إيه ثانية هنا أنا رحت حطيت الأمر بتاعي قلت له as an excel formula expert your task is to provide advanced excel formulas مش لازم advanced ممكن أقول له excel formulas that extract the last name in a separate column يعني last name حطه لي separate column from a full name suppose that the full name is in column A مثلا على سبيل المثال هنا هبتدي ديني الكود بتاعي زي ما احنا شايفين ده الكود بتاعي بغدو copy وزي برضو ما حصل في اول formula شرح لي اكتر عن formula دي عبارة عن ايه عشان تبقى فاهم يعني تقدر تفهم كمان formula دي عبارة عن ايه مش عصيك كده الكود وخلاص هبتدي ان انا اروح كده الاكسل مرة تانية علشان اطبق formula الجديدة هاجي هنا لل last name زي ما احنا شايفين وحبتدي ان انا اقف هنا هروح هنا هبتدي اقول ويساوي وابتدي احط الفورميلا بتاعتي وحبتدي استبدل كل اي وان ب اي تو زي ما اتفقنا احنا اه هنا عندنا اي وان محجوز لل title فهنا بتاعتنا هشيل كل اي وحط مكانها اي تو بالمنظر ده كده انا بس عملت تعديل بسيط على الفورميلا بتاعتي وحبتدي ان انا اي اي تو اي تو اي تو اي تو وبعد كده هقول enter بالمنظر ده حيديني last name محمد وحبتدي ان انا اعمل drag لتحت كده حيديني last name زي ما احنا شايفين ده بمنتهى البساطة first name وlast name كل حاجة انت عايزة عاملها بالمنظر ده هتروح تقول له ايه هتروح تقول له انت excel expert فورميلا اديني فورميلا بتعمل كزا وتشرح له انت عايز ايه بمنتهى البساطة وبعد كده هو حيبتدي يديك النتيجة زي ما تقول لازم تكون واخد بالك مثلا انت حتغير مثلا مكان اي وان اي title first one full name وده صعب طبعا عشان لازم احط عنوان ده ايه وده ايه وده ايه فهنا بس انت هتغير انت موجود فانه خلية فانه مثلا موقفين بالظبط علشان هو ده التغييرات اللي انت هتعملها بمنتهى البساطة الموضوع كان سهل جدا وبسيط اتبقى انتكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو بسيط وخفيف النهاردة خاص بانشاء اكسل فورميلا باستخدام الاوامر او مكتبة الاوامر الخاصة بكلود على كلود وبشكل مجاني اشوفكم في فيديو قادم باسم الله تعالى على قناة info take for you وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم بكل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء تنساشوا اللايك وشيروا الكممنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة